أهلا وسهلا فيكم أصدقائي بهذه الحلقة الاستثنائية طبعا الحلقة راح تشوفوها بعد قليل اللي صورناها وإن شاء الله طبعا إحنا إحنا إن شاء الله في بادرة لدعم القنوات الجديدة لدعم القنوات الشبابية الجديدة اللي هادفة لأنه ذات محتوى هادف إحنا ندعمها دعم كامل إحنا كقنوات الحمد لله رب العالمين لأننا متابعين كثير فندعم القنوات المستجدية وندعم الشباب علشان القنوات هاي تصير أحسن وأحسن ولكن إحنا بس نبحث عن محتوى الهادف مش أي محتوى راح نحطوه عنا دعم طبعا الفيديو اللي راح تشوفوه للشاب الله مصدسدنا محمد هو شاب مزارع القناة يعني إلها علاقة بالزراعة إلها علاقة بالجيولوجيا بطبقات الأرض بطريقة الزراعة أو طريقة كيف أنه يعني راح يشرحلنا عن طبقات الأرض ورح يشرحلنا عن النبات راح يشرحلنا عن الزراعة راح يشرحلنا عن الطرق الصحيحة للزراعة والأمور كلها احنا بدنا دعمكم يا اخوان دعم يعني يكون دعم مناسب للشخص هذا احنا بدنا نرفع قناته زي ما راح ندعم غيره كمان ونرفع قناته اكثر واكثر واحنا بهمنا زي ما حكيت لكم المحتوى الهادف يعني مش اي محتوى راح نحطه عنا على القناة فبدنا دعمكم الرابط تبعه موجود اسفل الفيديو راح تشوفوا الرابط تبع القناة تبعته ياريد الكل يدعمه وياريد ان وصله لا الهدف اللي هو بده اياه انسان مثقف انسان محترم جدا وان شاء الله راح تستمتعوا في قناته بدنا دعمكم يا اخوان بدنا اشتراكوا في القناة وبدنا مشاهدة الفيديوهات عنده عشان الامور سير عنده اكثر اكثر وفيديوهات وتصل الى اعداد ممتازة من الناس لانها هادفة جدا ومحتوى رائع شاهدوا مع بعض قلينا نشاهد ونشوف مع بعض قبل بداية الفيديو لانه راح يكون مقطع قبل بداية الفيديو فانشاهد مع بعض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يعطيكم الف عافية مشاهدين هذا الفيديو في اي مكان وفي اي وقت حابني اتشكر السيد والاخ العزيز ايهاب الحراني على اتاحة الفرصة للظهور من خلال قناته المتميزة قناة المغامر ايهاب الحراني وحابني اتشكره ايضا على جهوده الجبارة في وقع الامر بتقديم هاي المعلومات وجعل قناته مرجع للمهتمين في هذا المجال كما اني حاب اني اتشكره على دعم قناتنا قناة نباتكم المهتمة في المجال الزراعي والمهتمة في الارشاد والتوعية الزراعية من خلال قناتنا نحن منقدم مجموعة من السلاسل خلنا نحكي ابتداء من سلسلة المحاصيل الزراعية اللي نحن اخترنا عدد من المحاصيل المهمة وتكلمنا عنها باجاز بفيديو من دقيقة ونصف الى دقيقتين منتكلم فيها عن اصل هذا النبات منتكلم فيها عن موطنه الاساسي منتكلم فيها من الزراعة او من موطنه الاصلي وانتهاءا في حرث الارض ونحن كمان منتكلم في السلاسل اخرى متنوعة منها العناصر الغذائية نحن منتكلم على اهم العناصر الغذائية اللي بتهم النباتات وطرق استخدامها وحركتها داخل النبات بالسلاسل الاخرى اتمنى انه تكون هاي المعلومات مفيدة لكم جميعا بتمنى انه نحن من خلال هاي القناة بنكون بنقدم محتوى مفيد طبعا اعزائي انا حاب اني اقدم لكم معلومة بسيطة الان انتو تشاهدوا وراي النخيل شجرة النخيل اللي تعتبر من اعرق الاشجار حول العالم او من اقدم الاشجار مين منا يعرف شو هو الموطن الاصلي او الموطن الاساسي لهاي الشجرة في واقع الامر الى الان لم يتم تحديد موطنه الاساسي بالضبط الا ان هناك احد العلماء اللي درسوا هاي الشجرة ومن ضمنهم العالم الايطالي ادوارد بيكاري حيث انه يدعي بان الموطن الاساسي لهذه الشجرة هو الخليج العربي وبالاستناد الى خلنا نقول بيانات ويكيبيديا الشجرة هاي زرعت قبل 4000 سنة تخيلوا في العراق فنحن نتكلم على الشجرة هاي من منا ما بيعرف هاي الشجرة من منا اللي ما بيأكل التمر او العجوة بانواعه المختلفة في رمضان في نهاية الفيديو حاب اني اقدم الشكر للجميع متابعين قناة ايهاب الحراني ويعطيكم الف عافية ونتمنى لكم التوفيق الدائم والمستمر في حياتكم معكم ابراهيم مسلمة السلام عليكم اهلا وسهلا فيك واصدقائي في حلقة جديدة في يوم جديد في نفس تقريبا جنب الموقع اللي كنا فيه الحلقة الماضية اليوم اخوان بدنا نحكي موضوع مهم كل مرة احنا بنحكي زي ما حكينا في الفيديو السابق كل مرة في عنا موضوع مهم تمام شو هو الفرق ما بين الاشارة الواضحة والاشارة المموعة الفرق ما بين الاشارة الواضحة والاشارة المموعة فيه فرق كبير يا اخوان تمام يعني اليوم وإحنا بنبحث عن الاشارات ممكن تلاقي اشارة تعدى عنها عشرين سنة ما تعرف انها هاي اشارة تمام لكن نظرة الخبير للاشارة بتبين انه الوضع صح او مش صح يعني بتبين التكنيز من عدم التكنيز اهتمام بالمدفون او اهتمام بالمدفن اكثر شوفوا الاشارة المموعة مهتمين بالمدفون اكثر الاشارة الواضحة غير مهتمين الاشارة الواضحة ما بيكون مع تكنيز مش خايفين من النهب ما بيكونوا خايفين من النهب لأنه ما فيها تكنيز لكن الإشارة المموهة هاي بيكون فيها مقتنيات ضرورية مقتنيات قيمة ممكن بالنسبة لهم بجوز الكاسة قيمة بجوز صحيح قيم تمام؟ يعتبروا هذا تكنيز بالنسبة لهم وأنه هذا لازم يندفن مع الميت لكن اليوم بحث الخبير بالطريقة الصحيحة دلالة وجود علامات ودلالة وجود تموي يعني اشي مهم يعني مدفن مهم مدفن مش سهل رح نشوف اشارتين معنا اليوم الاشارة الاولى اشارة الاولى عبارة عن اشارة مدفن كامل ماشي لكن هاي الحجر انتبهوا انا قاعد بصور فيه حجر عادي وانت ماشي بالطريق عادي بتخبط من فوقه ولا كأنه فيه اشي اشان يكون الصوت اوضح وتوصل الصورة بشكل اسرع للدماغ 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 الانسان توصل اسرع كل ما صارت كان الصوت اعلى كل ما وصلت لدماغ الانسان اسرع طيب اشارة من اهم الاشارات لكن مش مبينة لاحظوا رح ورجيكم بالتصوير شو هي هاي سلاح فاهمكم شو هي بالزبط وفيه اشارة ثانية برضو رح ورجيكم اياها واشارة ايضا مهمة اشارة هنا تبين معاكم يعني من كثر ما هي مش مبينة يا اخوان يعني غريبة عجيبة طيب خلينا نشوف انها شغلة نرسم على الحجر نفسه هاي اول خط لاحظوا هاي ثاني خط دهون لاحظوا هاي ثالث خط هاي لاحظوا هاي رابع خط شايفين حتى جايه من هون ومعطي جرم بسيط هاي رابع خط جرم مربع نثر هذا نسميحنا نثر جرم مربع صحيح مليون بالمية لاحظوا تجاه اسبعي هاي نقطة مشي لحد هون بعدين نزل لحد هون بعدين نراح لحد هون بعدين طلع لحد هون الان شو متواجد على المربع هاذ عندي بصمات موجودة هاي بصمة تمام هاي بصمة هون هاي كمان بصمة هون بصمات موجودة صحيحة مليون بالمية اشارة اشارة زي هاي اخوان اشارة تعني اهمية اشارة تعني اهمية مش اشارة سهلة وضعات طحيح اعطى التنويه في الاشارة بالشكل الصحيح اعطى توجيه بسيط في الاشارة عشان ما يتوه يعني عشان هو ما يتوه لكن يتوه الباحث او يتوه نهيبين القبور والى اخره اللي بيجوا بعدين تمام اعطى سيال اعطى سيال على اشارة لجف اعطى سيال على اشارة لجف لكن غلق المكان غلق كامل تمام يعني غلق المكان غلق كامل مع انه سيال على اشارة لجف اذا ما عندي حفر في المنطقة اعطى شغلي ثاني اشتغل على شغلي ثاني اعطى توجيه مبدئي تمام توجيه مبدئي وسكره اذا هذا التوجيه غير صحيح توجيه ثاني وسكره اذا غير صحيح شوفوا تمويه في الاشارة درس مهم هذا ياقوان نفهم التمويه في الاشارة اشارة صحيحة مليون بالمية نعتمدين سيال غاطس سيال نازل على اشارة لجف لكن غلق المنطقة ماشي اذا طلعنا منه اعطاني توجيه ثاني وسكره وتوجيه ثالث وسكره سكر كل اشي ماشي ما في مجال حدا الاف اعطاني على سبيل المثال هون حط له هيك وهيك وهيك عمل له عمل له شوية حركات وضحات لكن توجيه الصريح هو عبارة عن هاي المنطقة فقط لا غير سوف تقولي لهون ومن هون لهون مسكرات لكن خلى الضرع هذا مفتوح اذا اعطاني توجيه بسيط اللي انا بدي اخذه هسه هو التوجيه هاذ شايفينه رحمش بالتوجيه هاذ واشوف هون رح يودي ماشي للاشارة الثانية طمعا مش رح يودي بعيد احنا دائما قلنا ما بنبعد عن المكان الاشارة الواضحة والمهمة الاشارة المهمة ما بنبعد عن مكانها لا 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 تفكروا انه انا بدي اقعد احسب بالظلع هذا وابد اقول بدي امشي مسافة الاخر الجبل هناك عشان اقول هذا الصحيح لا ولا رح اخذ الاتجاه هذا وامشي الاتجاه هناك وقول هذا الصحيح ولا رح امشي عكسي هناك وقول هذا الصحيح ليش حس لو اجينا قلنا هذا الظلع مثلا احسب المثال هذا الظلع طوله 30 سانتي اذا مش اكثر تمام واجه امشي بالاتجاه هذا 30 سانتي 30 متر او 30 خطوة تعرفين اخوان اذا بدي اخذ هاي بدي اخذ هذا الظلع وامشي هيك اكم اشارة ممكن الاقي اكم لجف ممكن الاقي تمام طب ايش اعتمد شو الاشارة التابعة لهذا عشان انا اعتمدها وضحات ما في كثير كثير يعني بدي اعتمد اشارة بدي اعتمد قاعدة طب هو وضع الاشارة ما في عنده قاعدة وضع الاشارة وضع الاشارة عشان هو يرجع لها او وضع الاشارة عشان اهل الميت يعرفوا انه هون الشغل وانه كان بالطريقة هاي تمام لكن هو نفس هاي خلان هون ها لكن لو بدي امشي بالاتجاه هذا كثير في اشارات كثير في لجف كثير في بلاوي طب انه اشارة اللي اعتمد ها قياس ماشي نحسب قياس مثلا على سبيل المثال 30 خطوة ومشينا 30 خطوة هون لقينا مثلا حجر عليه جر دائري تمام لكن انا ما اعتمد الاشارة مهمة لكن هناك مثلا عليه جر دائري ما اقول انا هذا هون كون التثبيت طب انا بنزل بلقي شي شي اذا اذا ميش الموقع موقع ثاني قبر ثاني لواحد ثاني لقصة ثاني لعيلي ثاني طيب نرجع ناخذ التوجيه البسيط في الصخرة ماشي الصخرة مش متحركة انتم فكروا متحركة مش متعركة هاي صخرة ثابتة في الارض ناخذ التوجيه البسيط هات رح يودينا هون بس هذا التوجيه رح يوديني هون طب شو فيه هون حسبنا نشوفي هون تمام اذا ما وداني مكاني بعيد وداني على نفس الصفاة ماشي رح اخذ الاتجاه واروح باتجاه هاي الصخرة بس تمام طب لابن نجع الصخرة هاي رح نلاقي عليها اشارة بالاهمية اللي موجودة في هذيك الاشارة رح نلاقي اشارة ثانية طيب وين الاشارة الثانية زر رح نلاقيها طيب اعتمد عندي في المكان هذا اللي احنا موجود فيه اللي هي هاي الاشارة هاي شايفينها وهي هون بس شو اعتمد عندي دقيقة هاي تنكسر هاي كسرنا شو اعتمد عندي اعطاني المثلث ماشي اعطاني المثلث مع توجيه تمويهي هذا توجيه تمويهي اعطاني توجيه الثاني مع جرن صغير جرن صغير الان احنا بدي اخذ اذا بدي امشي باتجاه التمويه رح اطلع من المكان كله تمام لكن بدي اخذ باتجاه الجرن التثبيت لاحظوا وجود دقيقة نلقي نلقي عشان الرصد البشري اخوان نشوف فلاش كون في رصد بشري طلعوا اخوان هاي لاحظ اعطاني المثلث واعطاني كسحة بسيطة من هون باتجاه الجرن اللي موجود هذا جرن هاي هذا جرن تمام اعطاني كسحة بسيطة باتجاه الجرن الان شطفة الجرن بالاتجاه هاي وضحات طيب شو اعطاني كمان اعطاني مثلث ثاني هاي هذا مثلث ثاني مموه اعطاني فيه توجيه ثاني رايح باتجاه ثاني وعطاني هنا بصمة وإلى آخره ماشي وعطاني لجفة لورا يعني اذا ارجع لورا في لجفة لكن انا بدي اعتمد المثلث هذا معي التوجيه هذا طيب شو فيه هنا حسب توجيه المثلث ماشي شو فيه شغلات تمام ابو عدي لا تحفر لا تحفر ما تنظف لانه احنا اخوان في ارض حكومية يعني تمام ما تنظف لانه ممكن اليوم الروح اه ممكن حدا يشوفك بتنظف شغل الفكرة قاعد تحفر تمام الان هاي الصخرة من الامام هاي الصخرة من الامام هاي الاشارة اللي حكينا عنها هون اشارة المثلث هاي هون هاي الصخرة من الامام طيب شو في عليها اشارات انا ما بعرف انا ما شفت اشارات اللي عليها ولا اعلم ماشي طيب شو في عليها اشارات هي اشارة اللجف واضحة وصريحة اشارة اللجف واضحة وصريحة اذا بدي اعتمد استعنا هاي في اشارة هون بدي اعتمد السهم هاي هذا عليه جرون تثبيت هاي تمام تمام التمام دقيقة بس في سيارة خليها تروح بنعمل حالنا بنصور احنا ايش في المنطقة اوه هذه الجبال وهذه وهذه الاودية وهذه هي راحة السيارة تمام تمام الان اعتمد هاي ترى تثبيت وين شايفين تثبيت وين لكن اللجف هون اللجف هون سكروا في هاي الصخرة سكروا في هاي انا هسا قاعد بحلل يا اخوان ها مش مضبطوا الفيديو وهي بصور فيه هاي تحليل المنطقي ماشي طب اشارة اللجف موجودة اعتمد البصمة هاي الموجودة مع توجيه لكن التوجيه برضو تموية يعني يعني اخوان اللي اللي موجود في القبر هاد انسان مهم انسان مهم يعني مستحيل تلاقي كل هذا التموية كثير يعني كثير تموية العشارة كثير كثير تموية بس على مين مثلث باعتمد اتجاه مثلث باعتمد اتجاه اللجف هذا باعتمد اللجف وبنزل وبحفر طيش بدي افحصها بالعقل يا اخوان لانه مش عارب شو هادا بدي افحصها انا ارزد البشري خلص طيح يا زل مع ارض دولي ايش بتخوث رح حط اشارة اللجف على على ظاهري تحت وراه ورا ظاهري واروح بالاتجاه هذا تمام بسم الله الرحمن الرحيم هي تسكيرتها يا اخوان هي تسكيرة كبيرة المغاربة مش هصغيرة يعني قبر كبير الان دو حطها عشمالي سريع الفحص هذا حطها عشمالي هاي في فراغ ولا ما فيش فراغ معدن ما ابدأ بحصها تمام لو ما شرح نحفرها اصلا اذا سكر هون يعني هي على بعضها فيها تقريبا خمسة خمسة في اربعة ايش زيك اذا قبر صحيح مليون بالمية وشغل صحيح مليون بالمية مدخله من اللجف هاي المدخل هاي اللجف قدامي عشان تعرف المدخل كيف هاي اللجف قدامي فاروح باتجاه اللجف تمام الان سكر بعد اللجف بشوية يعني الفراغ واصل للمنطقة هاي اخوان فراغ واصل لتحت لا هذا اشي ثاني ممكن يكون اشي ثاني ممكن يكون اشي ثاني هاي تمام يعني واصل الفراغ تبع المغارة واصل للنقطة هاي بعد اللجف هذا هاي فادت في الفحص اخوان الان مغارة كبيرة قبر حلو كثير والله كثير كثير حلو اشاراته تمويهية من الدرجة الاولى انا شفت اشارة ثانية اخوان برضو فيها تمويه بس انا مش عارض ضيعتها صراحة ضيعتها انا ورح اتبعو داي هيك جيت هون انا هذا هذا قصر هاي الصخرة قصر لا لا في اشارة انا ضيعتها بس اشوفها وين هي اه في اشارة تموهية ثانية كانت موجودة هون تمام انا شفتها وقلت بدي اياها ترى كيف هذا لجف تمويه معنا هذا لجف تمويه شوف كيف ضيعك من مكان الحفر وجابك هون طب هون سكر معي السيخ هون في المنطقة هاي لكن اللجف هون في اشارة ثانية زي مش عارفوا الراحة نفس اشارة مربع لكن صغيرة مش عارف والله ما اعرفوا الراحة اخوان انه ما كنت حاطة ببرنامج التصوير وقدرنا اسبوع احنا ندور على الاشارة طيب افهمتوا كيف الوضع وافهمتوا كيف الشغل هي والله حلوة هاي هاي شغلي ثانية بعدي هاي مش تموهية هاي لشغلي ثانية هاي مش تموهية لا 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 هاي هاي ملهاش علاقة في هذيك هذا لجف خارجي شايف فاتح لبقى تحت ونازل اللجف اللي تحت ميش يسكر خلاص هاي بصة شو ها سيال لا لا هذا شكره بير والله شكره نازل على بير وصل على البصمات كيف شوف البصمات بجننة حلوات البصمات بس نازل اللي تحت ماشي مع السيال اللي اللي تحت بلا خلان شوه حلوة استكشاف يا اخوان نازل لهون هاي ناشي من هون لهون نازل للمنطقة هاي هاش عارف هاي خلينا مع مع الاشارة اللي احنا كنا فيها احسن لنا يا اخوان اشارة امو هي صحيحة حلوة طلعها هيب ولا ولا مبين انه في اشارة اصلا تمام حتى لا متقرب عليها ولا مبين في اشارة لكن مع التفصيل اللي موجود تفصيل حلو كتير ورائع نشكركم جميعا على المتابعة ان شاء الله في حلقات جديدة وفي اشارة جديدة بل كي صورنا كمان فيديو فيديوهين في المنطقة هاي تمام نشكرك على المتابعة وحطونا هاللايكات اخوان يا جماعة امتاز اه بدنا شغلة بس اه احنا قاعدين متحلل هون تمام متحلل هون مشان نفرجيكم شو التحليل فيش مجال للحفر يعني فيش مجال للحفر مثلا تمام وبالنسبة للتحليل على الفيسبوك في خبراء ما شاء الله عنهم مشروح يقصوا معاكم تمام احنا هون بس العمل الميداني فقط مشان نفرجيكم بس الاشارات وتحليلاتها ويعطيكم الحل شكرا تنسونا هاش من اللايكات اخوان وان مشوه يسترقى في قناة يسترقى في قناة فاعل الجرس عشان نشوف الحقات الجاية اهلا وسهلا بكم اهلا وسهلا بكم